مرحبا بكم الناس الكل وينما كنتوا تسمعوا فينا بش نحكيوا على تشجيع للمنتوج المحلي بطريقة خاصة بطريقة مصرية فريدة من نوحة اشهار يعني خلينا نقولوا اللي اختفى الاذواء اختفى الانظار وشهداء يعني خلينا نقولوا الاف والمئة الالاف المرات بالملايين ممكن تفرجوا فيه في مصر وفصل حتى للعالم العربي بش نحكيوا بأكثر تفاصيل في تلفست رمضان تلفست رمضان تلفست رمضان يلا اشهار يشجع المنتوج المحلي المصري من تقريبا كل شيء تقريبا يقولوا يعني المنتوج المصري فرصة وفي حاجات كي تاخذ الفرصة متاحها بتبين هكا يقول الاشهار تقريبا فيه كل شيء معاهد كمشوفوا الاشهار نقاوا من المواد الغذائية المواد الاستهلاكية بصفة عامة يعني كيف كيف زاد الملابس وغيره من المنتوج المصري اللي نلقاوا اشهار كامل خصيصا للتجيع المواطن المصري على الاستهلاك منتوج بلده هو نوع من الميني كليب اذا كان صحة العبارة فيه اغنية متميزة بكلام متميز بأداء الكاريوكي المتبعى والصوت اذك المتميز وحضور الممثلات الممثلات المصريات ومن خلال الفيديو هيدا والكليب هيدا هو من اشهار يخرج بدعم احدى البنوك في مصر لمنتوجات بطبيعة المصرية خلينا نسمع ونرجعه بطبيعة نقراه ونحاوله نحلو الاشهار هيدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حيث هتغلحوا الكلمات وإخاء وتوزيع. وكما هو فتاة أحلامة فرحاً عن دينار تسمع تسمع فيه بطبيعة. آآ شوف الفكرة خلينا نحكيه على الفكرة. حكينا على الكليب قلنا هو آآ على الشهر هو ميني كليب فيها مغني وفيه بطبيعة آآ الممثلة المصرية اللي آآ خلينا نقوله أمير عيد آآ وهو داخل للمجازان وكيشوف معانتها يعني الرفليكس هذيك يحب يترجع يشوف الرفليكس اللي هي بشكون آآ منتوج مصري معانتها مشري البرودوي اللي حبي يشريه إلا ما يتثبت اللي هو مصرية ومن بعدها يقول انه المنتوجات المصرية سوف تظهر للنور بعد دفعة للأمام. مم. وهذا الكلم معانتها عنفات كيتنا اخو انا تونسي. وتقول لي علي مثلا شنو اخذيت اليوم حليب مثلا ماركة وماركة. قول كرران اخذت الحليب الماركة التوسي. انت سي اوتوماتيك تدخل في 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 مخك وفي وفي الداخل. طولي تخم فالح كيه. طولي الرفليكس كي بش تمشي الماجازان ولا غير ذلك. حتى ما تاخذش مرة الاولى المرة ثانية بش تقول تشوف. حتى ما كنتش تشوف الماركة هذي كنت معينة تمشي آآ 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 تاخذها آآ وتولي توليت اخوها بعين اعتبار تحطها في الضوء. مم. جاينا اقول لي اخو توسي. والله اخذتها حائل الماركة التونسية ذيكا والله يحلم حليها. مم. والله يشدتني. والله يكو تيكا ليكو تيبري آآ معنتها ما نفعتني. هذا هو شنو تقصد الآآ الآآ الغنية. وبالطبيعة والممثلة اميرة آآ خاليل. آآ آآ جيت ودخلت في 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 الكليب. واخذيت واخذيت المنتوج مكتوب عليه. مم. معرض المنتجات المصرية. كالساكة ذيك الناس اللي يحبوا يتفرجوا في في الكليب. هو تقريبا دقيقة ونص في آآ مميزات مهمة. شوف. بقطع النظر الانه الازمة اللي قاعدة تعيش فيها مصر. احنا عليش اخترنا هذا في تلفز رمضان. لانه من الحاجات المهمة. مم. وتقريبا انشهارات ولا اكثر من. اكثر من. من الاعمال. وفيه بتبعه بما انه الاشهار كيس حق انه الحديث عليه من الاعمال الفنية. الهنا شوفنا دور المؤسسات المصرية في آآ من خلال. شو تدعم? تدعم الدور المواطني. وهنا الدور الاجتماعي للمؤسسات. من خلال الدعم الاستهلاك. شوف. جيبك دستاخ. آآ بتبعه في في الكليب. جيب آآ بماغنية. كلمات. كلمات هدفة. لحن خفيف. مميز. وخاصة التصوير الفيديو. حلوة برشاة. ومثلة. ومثلة محترفة. آآ وتبيعها وتقدم العزم وتشوف الحركات اللي فيها. والمعنى كل حركة تبعث آآ مساج وتشجع آآ وتمشي للفكرة. الفكرة هي شنية? هي هو استهلاك منتوجات محلية مصرية. جستما. هذي هو الفكرة. بدعم آآ احدى البنوك المصري. مصري. وهذا كما قد لك يعطي دور المؤسسات والهنا شوف الشوء اللي صاير في مصر. بصفة عامة. في ازمة. ازمة مالية. ازمة مالية خانقة. عندهم دي ما عنده مشكلة التموين الى غير ذلك. بانه عدد سكر. احنا بدينا عنا نفس المسكلة تقريب. لكن في المقابل انه مصر ما قادش مكتفي ده. مصر مشيت. معناتها نحكي على الاكزامبل هيدا على الاقل. مشيت لانه من حلول الازمات. نحنا من حلول الازمات بتاعنا انه استهلكة. استهلكة. لو احنا تمشي لجران سيرفاس. مم. وإلا مجازان وإلا لحوان تجدد ذلك. تلقى شوكولاتة من بولون. هذيك هذيك. شوكولاتة من مجارك. ايه. شوكولاتة من دراوين. كيك من تركيا. كيك من تركيا. اه دار شنو حصيلو. تلقى من مصر. فهمت? تلقى من مصر. حاجات. ما ما تفهم. والله كان ما عندكش انت. والله صح. اه نقعد. مم. وبعدها تمشي. طو هيدهم اللي اللي في النوار. طو تمشي في البشكوتو طو ما عنيش معهم البشكوتو في تونس. تمشي الحاجات اللي غريبة. مم. وبعد يجي يقول لك والله هذيك من الخارج. شوف عنك البدعة هذيك من الخارج. هذيك اجي من بره. ايه. شوف. وقبل كانت اه كان شهار. اللي في عينك احليك. مش من بره جاء. فهمت هذيك اللي تربينا عليها. معاش نشوفوهم. اه. اه. اوكي تقول لي انت الوقت غير الوقت ولابد من انا اه دي سبوت اخرين. هذي نمشي معك. صحيح. والهنة يزب ندلع لالعب داوة علش ما الاخر حكينا ع سبونسور برح تقريبا. المستجر ايه. المستجر ايه. شو ما فيه? كليب. وحطت اللقوم. صدي جاء اشهار. معنى. فهمت? ومشي اشهار. معنى. معنى ملايين المرات. اخذوا معنى دي زارتي في كتبوا عليه. وهنا نحنا. هنا نحكيو عليه معنى معنتها الهنة. الاف الكيلومترات ونحكيو عليه. شوف مهم انه اه نشجع التونسي والماكلة والصناعة التونسية كدولة وكمجتمع وك اه رجال الاعمال وكمستثمرين. فمهم انه نحط فلوسنا فين يمشي في حاجة تنفع على المجتمع. يزينا من الاستثمار سامحوني في الكلمة في الغباء. لانه قاعدين نستثمر في الغباء من خلال مجهود بتاعنا. من خلال الانترنت اللي نصرف فيها. من خلال اه بطبيعة الافوناتنا. من خلال وقتنا راهو اصبح مخصص كان الغباء اللي قاعد نشوفه فيه في المواقع التواصل الاجتماعي وفي الاعلام زيدي. شوف معنا تاوت القمجهود تاوت شوفوا هالمرأة هذي استدعاؤها وتوليها حاضرة في اللي بلاتو. وتولي معناتها اللي لابد من رفع من المستوى النقاش في البلاد بتاعنا. راهو عنا مستوى مدرس متميز. على مصر وعلى غيرها. عنا مستوى الثقافي اه خير برشة من برشة بلدان. مش معقول انه بش نقعدوا كل مرة نتراجع بالذوق العام بتاعنا. كل مرة نتراجعوا اه بالمستوى النقاش. مش معقول راهو مجموعة من المواطنين حاطين التليفون ويقهقه على اه امرأة دخلت على معالمة. في قسم. اه في قسم درشون فيش تقول لها. ما هوش معقول. ما بارتجيو يعاودوا بارتجيو يعاودوا تقول ما لاتها من المفوض النقاش تكون اعمق و تقول اه اقوى. راهو مش نحكي على لازم اه يقول لك انا نلاقي خير مشنو اللي كبه في الفيسبوك. لو نحب نتفرهد شوية. اوكي تفرهد لكن بطريقة اخرى. مش ما فياش ما فياش اعتداء على غير الكل على اه. في برشة اعتداء. ام. في برشة البرتاج وفي برشة الصغار بش توقعات في ذاكرة راهو قاعدين رانا قاعدين. عندها دور هي ذيكة في حد ذات هلو مهما كانت الهو عندها صغار وعندها. ما نحن قاعدين اعطين الاعتبار للذاكرة متع طفل. ام. طفل هذك اللي بشي كبر. بالله اذا كان ممارسة هذي في الكلاس. صارت. قدام الطفل. وبعدها عود روح للدار. حلو الورنياتور والحال. يلقاه القدام. يلقاه القدام. بالله الاطفال والجناسيون. علشنو مش ربيهم. ام. علشنو بعدها يوصل السبعة اثم مداشتنا. قول والله اعتداء علي عزو اعزوش كيفاش عمل اعتداء كيك وكيفاش قام. شوف شنا هو اللي تعذبه. ام. تي ما من من القاعدة التربية متاع المجتمع. مع ما 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 هو انتكون هو. هذا اللي يشوفيه في الحقرة وترتقي اللي شوفتوا بارح في الفيسبوك يرتقي الى درجة التعذيب. ام. بصراحة بعناتها اه حاجة تخرج من من العقل حاجة تبهت تقول كيفاش يدوم اولاد بلاد عايشين في نفس البلاد وكيفاش قاعدين يمشيوا بالمسالة هذه. شوف الحرية اه التامة انا مع الحرية التامة لكن بصراحة لابد من رفع المستوى. شوف والعباد المجتمعات الكل قاعدة رفعت في المستوى وقاعدة اه خدمة. ويخدمها الروح هم ويسجعوا فيه منتوزهم وفي بلدين هم وفيه. عندي ريزوسوسيوكا انا ما شوفت بانك احنا في تونس مستثمرة في حكاية لا. بالحق. ما ريتش لا هاو زوبت. انا انا انصور معناتها قاعد يمشي في المسالة هذه في الدورة المجتمعي للدولة في الدولة الاجتماعي للدولة معناتها يدفع الدولة ويعاون الدولة ويخدم على المجتمع. شوف كليب قداش مش يتكلف. مش تكلف اذي كليب. دينار ميتين الف دينار. مم. معناتها ونجم يكون معناتها حاجة تتخدم على قاعدة يجيبو الناس دي بخوفيسيونيلي يخدمو. مش يعملونا كليب يجيبو لضغطو والاخر يجيبو والدخالتو والاخر يجيبو الدعمو والاخر يجيبو التحونتو. يقول كاي هو تفق له عملنا مشروع عملنا كاميرا كاشي من اكثر ما شوفت ردقة في حياتي الكاميرا كاشي اللي تعداد في الوطنية بصراحة. مم. وهذا اه نتحمل انا مسؤوليته على الاقل. ويشوفوا معناتها معناتها طريقة اخرى بش يخنعوا العباد بانه هذك منتوج عمل فني. شوف شوفنا العمال الفنية كيفش تعمل. كسوا على مستوى الاشهار. كسوا على مستوى الدراما ولا غيره. شوف وتنجم تستغل الفن. هذي من الوظائف الاساسية للفن. تهزو انا الاشهار ومنمشيش الاشهار المبتثل. الاشهار البسيط. هذة في الكلمات موزونة وتعطي وتعكس تواجه الدولة. ولهنى يدخل دور الدولة في انه طالب والتحكي مش تدخله ولا قمع الحرية بقدر ما هو الرؤية كاملة بتاع دولة. رؤية كاملة بتاع دولة. انه المستقبل في الاستهلاك المحلي. يشرك بش بش تمشي ده. مستقبل ويحسك بمسؤوليت. يحسك بمسؤولية. وهو تنسك انا مشي نقا كيك مصري طونا شريف. ممام. بس تهزو في الاشهار بش تفلم انتيق. هو ده التأثير معناه. هو هو ذك هو ده الاشهار بصفة عامة لكن للأسف نحن آآ مكتفين يدينا هنخد لك نزمن في قوة واحد ده مغانا تمكتفين يدينا آآ للأسف وقعدنا في حلقة ضايقة وقعدنا ننهش في بعضنا بالفرق بصراحة يلا كانت هذي تلفست رمضان تلفست رمضان